خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن يوضح الشكل السلاسي قلم رصاص سنقوم برسم أجزائه باستخدام برنامج SolidWorks جسم قلم الرصاص Pencil Body نقوم برسم Profile جسم قلم الرصاص الخشبي نرسم مثلث منقط محاط بأقواس متساوية القيمة ودائرية مركزية ونضع الأبعاد نختار تعليمة Exetroid Boss ونضع المسافة 120 مليمتر نكسر حواف الجسم بأقواس R1 مليمتر بواسطة تعليمة Filate ننشئ محور عمل نختار المستوي Right Plane Sketch نرسم عليه Profile الرأس المخروطي نضع الأبعاد 0.75 مليمتر 12.5 درجة 12 مليمتر نقيد الشكل نختار تعليمة Revolve Cut حول محور العمل Axial نحدد السطح العلوي للجسم ونرسم عليه دائرتين 10 و 4.7 مليمتر نختار تعليمة Exetroid Cut ونضع مسافة 7.5 مليمتر يمكن أن نختار مظهر الجسم خشبي ويمكن اختيار ألوان لأسطح الجسم ترجمة نانسي قنقر وبذلك نكون قد حصلنا على جسم قلم الرصاص مادة الكتابة Graphite تكون مادة الكتابة على شكل استواني برأس مخروطي نرسم البروفايل نضع الأبعاد الزعوية 12.5 درجة طول الخط 120 مليمتر نصف القطر 0.75 مليمتر نختار تعليمة Revolve Boss ومحور الدوران لنحصل على الشكل المطلوب ونختار اللون المناسب حامل الممحات Eraser Holder نبدأ برسم بروفايل حامل الممحات نرسم دائرتين 5.1 و4.7 مليمتر نختار تعليمة Extroid Boss المسافة 15 مليمتر ونختار اللون المناسب الممحات Eraser نرسم مستطيل طوله 12 مليمتر وعرضه 2.35 مليمتر نقصر الزعوية بقوس Or 0.3 مليمتر نختار تعليمة Revolve Boss ونختار اللون المناسب تجميع قلم الرصاص نفتح ملف تجميعي نختار Pencil Body نختار Insert Components لاستيراد المكونات إلى الملف التجميعي نقيد مادة الكتابة في مكانها بواسطة تعليمة Made Concentric وMate Consistent نقيد حامل الممحات في مكانه بنفس الطريقة نقيد الممحات في مكانه بنفس الطريقة أيضاً نتمنى أن يكون الفيديو قد حققها الفائدة المطلوبة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً ترجمة نانسي قنقر